شكرا فكرا ورحب بكم في حالة وموضوع من القبر ونصح الجمال دايماً بناك وعاكر في الشوفير من الناس وما بيلاقوش إجابات أو حتى الإجابات اللي بكونوا وجودة بتكون إجابات غير علمية وإجابات تضاقة بالمرة عندنا وباء هو وباء موجي اسمه فيروس كورونا ولكن في الفترة الأخيرة انتر وأنا أرى من روحة نظري أنه أكثر خطراً من فيروس كورونا وهو الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية ما بين قصين يطلق عليه شواز حرية ممارسة العلامة اللي بيطلقوا عليها والبعض الآخر يرى إنه إلت أدب وإيه شيء مقزز والبعض يتفرج من بعيد وماس اللي هو غير نفسه إيه الشوطن الموضوع كان السؤال اللي أخلاني أول حاجة أفكر فيها قبل ما أطرح هذا الطرح في هذه الحلقة وهو الآتي لماذا نناقش مثل هذه المواضيع ده كان السؤال اللي أنا طرحته لنفسي جوة نفسي وأظنه أن كثير من المجاهدين لما يشوف حلقة بتتكلم عن الشذوذ الجنسي وأنا أعتقد أنه تظهر بلاس 18 على الشاشة لأنه الكلام اللي هيتقال النهاردة هو كلام ماينفعش أقل من 18 سنة حد يشوف نتكلم عن كارثة بحجم الشذوذ الجنسي فإحنا بنادق نقوس الخطر لأنه الشذوذ الجنسي ليس وليد اللحظة هو انفجر في هذه الأيام وفي هذه الأوينة أعتقد أنه أصبح يمثل خطر حقيقي على المجتمع أكثر من الأمراض وقلو أوبئة وبدأنا نقش فيه منحنايات أنا بسميها منحنايات الخطر منحنايات الخطر لمن يعرف ما هي منحنايات الخطر ولمن لا يعرف أيضا منحنايات الخطر إحنا كده دخلنا في الوصول إلى كسر خط الأحمر ولما نقصر خط الأحمر لازم نقف نشوف لماذا وصلنا إلى الحال أو لماذا وصلنا إلى هذه المغززة كلم عن الموضوع إذا دي أنا أصلا بطن توجعني يعني ده نفسي أسئلة ما سيحدث ده عرفة الأسرة أن هناك شخص داخلهم مثلي أو مثل الجنسية لما لا يعرف أيضا هي أيامية من نفس الجنس إلى شخص آخر من نفس الجنس الرجل إلى رجل إلى مرأة كما فعل قوملوت وربنا خسى بهم الأرض ويحصل فينا دلوقتي حلقة دي هنناقش فيها هذا الموضوع بشكل أكثر موضوعية وأكثر علمية من الناحية النفسية وقالجة ومعالج سلوك وعقول الجنسية للطب الجنسي برحب بيجي أهلا في البداية كده لماذا نناقش مثل هذه المواضيع على شاشات الكليفزيون وعلى منصات التواصل الاتباعي؟ بالناقش ولأنه مهم جدا أنه نعمل عملية التوعية أساسا من البداية إحنا مشكلتنا في مصر حينما استنى لما المشكلة طقا وبعدين نبتد نحاول ندور لها على حلول طب ليه إحنا ما نعملش برامج وقائية أو أنه نعمل توعية أصلا بالمشكلة من قبلها بحيث أن احنا نمنع أو نقلل نسبة حدوثها أكيد مش هنقدر نمنعها خالص بس نحاول نقلل حدوثها وكمان في الفترة الأخذنية ابتدى يكون فيه ترويج العملية المثلية عن طريق قبلهم وهنتكلم دلوقتي المفهوم نقبل منه احنا مطلوب مننا القبول ولكن القبول اللي شايف أن دي مشكلة اللي شايف أن دي حقوقات عاوز يتخلص منه اللي احنا فعلا في العلاج بالنبقى محتاجين نعمل لكن مش قبول لفكرة المثلية بجاكل عام سواء بين الشخص اللي بيقول أنا عندي مشكلة ساعدوني فيها هو دا اللي محتاج القبول مش قبول نقبل ربطايفي هو جاي من اللي ما أقوله إلي إنت عايز عامل يا حبي لا مش دا القبول المقصود بي في هزم القطة خليني أسأل سؤال أكثر موضوعية شوية لماذا أو كيف ينشأ الشيوز الجنسي هل بسبب الضعف الثقافة الجنسية في المجتمعات مثلا أو التربية الجنسية هل بسبب الحلال الإخلاقي في المجتمع في مشاهدة الأفلام الإباحية ممكن أنه يدعم دا هل بسبب عدم وجود وسائل سهلة للزواج مثلا أو فشل كثير من العلاقات الزواجية بينشأ إزاي أو كيف ينشأ الشيوز الجنسي طيب هو أولا ما بيزهرش فجأة يعني مش حقيقة فقية الكار المثلية أصلا بتبتدي فولها في الفترة تحديد من سن سنتين لأربع سنين سنتين لأربع سنين آه بتبتدي تتكون معي وليها أسباب كتير طبعا بيكون في أسباب في استعداد وراسي أصلا دا مش هنقدر ننجيره أصلا أيوا بالزبط دا طبعا في كل الأمراض النفسية دايما بيكون في استعداد وراسي أو جيني البيئة أصرا والضغوط والمشاكل متعرض لها هي اللي بتدعم أو هي اللي بتساعد هل هيظهر للترابة ويظهر لي ويطلع على الوش ولا هيظهر الكامل زي ما هو دا على حسب البيئة والظروف والتربية اللي أنا متعرض لها وأنا سهير وبيبقى على حسب بالذات بالنسبة للطفل على حسب علاقته بالأب خصوصا لو كان الطفل دا ذكر علاقته الأب الأب بيبقى موت في حالة انفصال وكاوي في البيئة منتشر برضو هنقدر ننجيه أنه ساحب موجود وموجود ينهي في حقيب كل حاجة أو بيهين الأم رابطي أقل حاجة ممكن الأب يرتكبها في حقيقة أطره أنه يهين الأم أو يشتمحى أو يضرعه ويجود توطر يا أسمحي اللي بأطر في نقطة تحديد لأنه البيوت المنصرية فيها الكثير وفي ضد قيمة كشيزة جنة يا واحدة واحدة شفاة بكرة هي بتتكون مع الطفل من أصول ما بحف أمي أمي لفروض الأمان بتاعي فلما بحفها بتتضرب بتتهان أن الأمزة بحامل التين يا أمه هو افتقد القد الأب وافتقد الأبوه ما هوش معاه وحقولنا هو معاه مش معاه فهو عني للذكة العام فعايز في ناحية لأنه حتبض السكة رويبة فبتبقى شخصيته تقريبة لجنب كمان تكونت عندي لو بقى كانت سريها لأكور بشكل أو ناحية تريد بقى تدي أمين لبين للإيداء وإحنا بني كلمس بقى فاهمين هي الحقيقة لما بدأت معاه العنف يخل الأولى كرة الجانب الزكوي أو يجيرها الجانب الساوي بظبتك إذا كي يجانب الضعيف الأنسوي من الممكن أن يميل عطية ولو نفسيا الجانب الزكوي دي فيبقى سهل عنده مستلعقة مع كمان هو معظم باتوا بيقى مقضيم أصلاح لما أنا لو حطيت لماذا؟ كيف؟ هذا باختصار شديد يعني ممكن ضعف الشخصية بيقود لشخصه أنه يمارس مع الشزوز الجنسي وتعاطفه وعاطفته كمان الطفل ده بيكون طفل حسس على فكرة يعني الطفل ده بيكون أكثر احتياجا للأمان والاطمئنان والحنان والود أصلا فهو الطبيعة وأصلا كمان شخصية حسسة من وهو صغير فبيبقى محتاج مزيد من العاطفة فما بيلاقيهاش خليني أخذك في اتجاه آخر أنه من خلال خبرتي في هذا المجال وجدته أن كثير من الأشخاص يتعرضوا للتحرش الجنسي أصبح عندهم الموضوع يمثل متعة نفسية أو متعة جنسية فبدأوا يمارسوه بعد كده بعد ما مورسها معهم بالعنف أو بالغصب زي ما بيقولوا يعني شخص تمارس مع الجنس غصبا عنه في البداية بعد كده حب الموضوع شعرت بمتعة خلاص أنا حبيت الموضوع إيه الموضوع ده؟ طيب هو حضرتك لما جيت قلت زلوقتي قلت إيه؟ قلت الكثير يعني مش كل حد تعرض لحادث اعتداء جنسي بيتحول لمثلي أو هتتحول لمثلي لا هو مش شرط بس هو لما جينا فعلا لما بيجي لنا الحالات وبنشوفها في العيادة فعلا لما بتيجي تدور بتلاقيه تعرض يئما تعرض لتحرش جنسي يئما تعرض لاختصاب أو علاقة كاملة جنسيا سواء بإرادته أو غصب عنه تمام؟ فأكيد الحوادث اللي من النوع دوت هتأثر جدا جدا في الشخص وهتأثر على ميولوه لأن الحصول يعني حصل على الموت شكل غط فالمخ رتبط عنده ما بين الحصول على الموت والعمب مثلا أو التعرض للحادث اللي هو تعرض عليه فخلاص فبقى عايزوا بقى المخ رتبط بالحادث ده بيحصل هنا شقين من الطفلة أو من البيت كيف يلاحظ الأب والأم أن ابنهم من الممكن أن يكونوا الجنسي والشيوز الجنسي طبعا يعني جدا أول شنو لازم طفل جنسي نعرف أنه أعززني وكاين هو يصورني وحيالي للمشكلة ما أخدوا الموضوع الشديد واشجبعه أصلا عطوة اللي هو هدي وابتدي أسمع منه ولازم أوصل للشخص ده ولازم وضروري جدا الطفل ده يتعرض على مختص نفسي سواء طبيب أو معالج نفسي لأن طبعا الاعتداء الجنسي بيسبب اطراب ما بعد الصدمة فلازم الطفل يتعالج من الصدمة اللي اتعرض لها دي والأخصائي أو الطبيب بدوره هيقول للأهل يعملوا إيه بالزبط علشان الطفل يتخلص من أثر الصدمة اللي اتعرض لها كويس ده الجانب الأول اللي هو كيف يتعامل أو تتعامل الأسرة مع الطفل الجانب الآخر الأسرة ما تعرفش كيف تلاحظ أن الطفل ممكن أن يكون لديه ميول جنسية مثلية طيب أولا الطفل ده يبتدي ينطوي بعد مكان عادي وفرشه وبيلعب مع أخواته وبيزعع وبيعمل مشاكل هنبص نلاقيه فجأة كده منطوي ونعزل عايز دايما يقعد لوحده كوابيس كتير جدا ممكن يبقى فيه تبول أو تبرز لإرادي سواء بالليل أو بالنهار ممكن تلاقيه بشكل عام تغير في سلوك الطفل بشكل منحوظ وواضح ممكن نبتدي نلاقيه بتده يتلفز بألفاظ مش كويسة سواء ألفاظ جنسية أو شتائم بصفة عامة وطبعا بيبان عليه الحزن والاكتئاب والخوف والزعر وخصوصا كمان ناخد بالنا لو الطفل رافض يكلم حد معين في العيلة لأن غالبا شفنا حالات كتير بيبقى المتحرش أو المقتصر حد من العيلة وشفنا حالات كتير كده وبيبقى آخر حد ممكن تتوقعه فنلاحظ سلوك ولادنا كويس نشوف الطفل لو خايف يسلم على حد معين أو مش حب ما تخصبش عليه أنه يسلم كمان إحنا لو عملنا توعية للطفل كنا عاملين ورشة عمل في مؤتمر قسم الطب النفسي السنة اللي فاتت في 2019 قبل الكورونا ما اكتحنا كنا عاملين ورشة عمل كل مرحلة عمرية لها المفاهيم الجنسية بتاعتها اللي أنا لازم أوصلها للطفل في السنة ده وفي الوقت ده تلبية الجنسية ومقسمناها فترات طبعا مقسمناها فترات ياريت لو تنضم للمناهج الدراسية بتاعتنا يعني لما كنا في إعدادي وبناخد الدرس بتاع العلوم بتاع التركيب الجهاز التنسولي للأنسة أو ذكر كان المدرس أو المدرسة يقول لنا يقول لنا احفظوه أو ذكروه في البيت يعني المدرسين كانوا بيتهربوا والأب والأم والكلام ده كله فاحنا ليه ليه ما بنعملش ده ليه لما ابني يسألني على حاجة ما ردش عليه وحاول أنا مش عارف هجاوبه زي فاكرت الثقافة الجنسية والتربية الجنسية أنا بقطع الكلام نسبيا لأنه احنا اتأخرنا تقريبا موصة ساعة عن بداية البرنامج فتقريبا بقى دقيقتين فعاوز في دقيقة كده وفي دقيقة تانية سؤال تاني ديالة أولانية عاوز أعرف هل الشيزي الجنسي هو مرض جنسي أم مرض نفسي لا هو مش مرض هو التراب وحنا قلنا هو توقف النمو النفس جنسي تمام اللي راضي بالموضوع دوت خلاص ملناش دعوه بيه بس مش هنروج لفكرة المثلية نفسها لأن ده غلط خطرته في أن الشباب هتبتدي المراهقين تحديدا أو اللي هو مرحلة مقامل المراهقة هتبتدي يشوف أن الموضوع ده طبيعي أو ممكن يصير فضوله طب أنا ليه ما جربش ونبتدي الموضوع يبقى عادي وطبيعي لا طبعا مش مطلوب أن احنا نروج للفكرة دي خالص المطلوب القبول الإنسان اللي عاوز يتعافى اللي جاي بيقول أنا متدايق أنا مش عارف أبطل الموضوع دوت الموضوع ده مسبب الاكتئاب وفيه على فكرة نسبة الانتحار منهم عالية جدا بين المثليين بتكون عالية جدا فاحنا محتاجين نعمل قبول أو تقبل للي محتاج العلاج أو بيقول أنا فيه حاجة غلط أنا عايزة تعاليك كويس طيب كلمة أخيرة تحب توجيها للناس لأنه حالة نتاعنا وكان موضوع كبير وانياخدوا قطة أطول ولكن التأخير الكبير أثر على موضوع الحلقة كلمة واحدة في دقيقة المشاهدة فيما يخص التوعية الجنسية محتاج أنا أعرف كل مرحلة إيه التوعية الجنسية أو المفاهيم الجنسية اللي محتاج أوصلها لابني أو بنتي في السنة ده لحياة في العلم لأن لو معرفش منك ومعرفش الإجابات والمفاهيم الصحيحة منك أنت هيبتدي يروح يسأل ناس برا وهيعرف معلوماته من برا في شكل خاطئ وانت ما تعرفش هو هيسأل مين وهيقوله إيه فأكيد إحنا محتاجين نجاوبه إحنا علشان توصلوا الإجابة السليمة بشكل مضبط سيدة ياسمين عبد الحميدة الخصائية النفسية ومعالج سلوكي أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة جالة شوالله بإذن الله الشرفين أبادري شوالله مشانا يا كرام في كل مكان طبعا تكلمنا في نقطة الشيوز الجنسي ونقطة ذات أهمية كبيرة جدا نظرا لانتشارها ونظرا لأن التوعية الجنسية والتربية الجنسية شيء مهم للغاية أنت تحط راسك في التراب أو في الرمو شيء غير مجدي أنت بتؤجل المشكلة إلا أن تنفجر في وشك وفي وش اللي خلفوك والله العظيم أرجوك ربوا عيالكم وقبل ما تربوا عيالكم اعرفوا كيف تربوا أولادكم وكيف تتعلموا التربية الجنسية السليمة والصحيحة موضوع هذا منتشر فيه الكثير من الجماعات ممكن تحصل على الدورة التدربية الخاصة بهذا الموضوع اللي تقي أسرتك وتقي أولادك من خطر الوقوع في مثل هذا الفخ العظيم الذي أصبح يكداح الكثير من الشباب والله بشوفهم بدمع وبزعل عليهم إن شاء الله بإذن نشوفكم الحلقة القادمة حد ما شوفكم مرة أخرى لكم من كل التحية والتخدير أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر